حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانات يالن من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها بدءاً من الخامس من يونيو المقبل وجاء في رسالة وجهتها يالن إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي تقول فيها إنه بناء على أحدث البيانات فإن التقديرات تشير بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من يونيو وفق ما جاء في الرسالة هذه اللوحة الرقمية الشهيرة في نيويورك والتي يظهر عليها القيمة اللحظية لديون الولايات المتحدة تأخذ منحاً تصعودياً لكن الوقت الذي ينبغي فيه التوصل إلى اتفاق يرفع سقف هذه المديونية أخذ مساراً تنازلياً يضيق الخناق على أعناق الساسة في واشنطن وعلى أموال المستثمرين ورجال الأعمال في نيويورك اتفقنا، اختلفنا، ثمت نقاط التقاء، مساومات، تنازلات، كلمات ترددت في تصريحات البيت الأبيض من جهة وقادت الجمهوريين من جهة ثانية محادثات ومناقشات لا يرقب الأمريكيون فقط مآلاتها بل جميع من يقتن على ظهر هذه المعمورة نظراً لتأثر سائر الدول بمزاج صاحبة أكبر اقتصاد في العالم لم يكفي الولايات المتحدة ديون تربو على 31 تريليون دولار إنما تبدي نهماً لزيادتها لإدامة دواران عجلة الاقتصاد القائم على الاستهلاك ومن هنا دب الخلاف بين الحزبين الرئيسيين لا على مبدأ الدين بحد ذاته، لكن على طريقة نفقات الموازنة الاتحادية وأولويتها التي يريد الجمهوريون خفضها ثلاثة تريليونات دولار أولاً أي ما يضاهي الناتج المحلي الفرنسي قبيل حلول إجازة نهاية الأسبوع أشعى الأعلام أنباء إيجابية فالفريقان اتفقا مبدئياً على رفع سقف الدين لمدة عامين تزامناً مع خفض الانفاق الاتحادي دون المساس بالقطاع العسكري ومستحقات قدام المحاربين لكن أصداء هذه الأنباء لم تصل مسامع وكالتي فيتش وموديز فالأولى تتأهب لإعادة النظر بتصنيف الولايات المتحدة بينما ذكرت الثانية بضرورة سداد مدفوعات الفائدة على سندات الخزينة في موعدها دون إبطاء وإلا فإن تقييم واشنطن الإئتماني سيكون على المحك التخوف الذي يسود الأسواق عن مصير الجدل حيال سقف الدين يظهر من جديد ثقل تأثير سياسات الأمريكيين على سواهم ويبرهن كذلك على أن الولايات المتحدة لا تزال قاطرة العالم التي تقوده نحو الازدهار أو الهاوية